فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر التفاضل بين أهل القرى والبادية قال ولهذا قال الله سبحانه وتعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ذكر هذا بعد قوله إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم قال رحمه الله فلما ذكر المنافقين الذين استأذنوه في التخلف عن الجهاد في غزوة تبوك وذمهم وهؤلاء كانوا من أهل المدينة قال سبحانه الأعراب أشد كفرا ونفاقا الآيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الشيخ رحمه الله في هذا الكلام يقرر أنه ليست العبرة بجنس الحاضرة أن العبرة بجنس الحاضرة وجنس البادية من ناحية المدحي والذم لا من حيث الأفراد فقد يوجد في الحاضرة من هو شر من منهم في البادية وقد يوجد في البادية من هو خير من كثير من أهل الحاضرة فليست العبرة بمجرد المواطن وإنما العبرة بأهلها وسلوك أهلها ولذلك في هذه الآيات لما ذكر الذين تخلفوا عن غزوة تبوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة وذمهم على ذلك ذكر سبحانه وتعالى الأعراب فقال الأعراب أشد كهرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله فذكر شر الصنفين من الحاضرة ومن البادية بما يدل على أن الحاضرة لا تمدح مطلقا وأن البادية لا تذم مطلقا وأن في كلا الموضعين من هو من الأخيار ومن الأشرار قال رحمه الله فإن الخير كله أصله وفصله منحصر في العلم والإيمان كما قال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان وضد الإيمان إما الكفر الظاهر أو النفاق الباطن ونقيض العلم عدمه نعم فالمدح إنما هو للعلم والإيمان ونقيضهما نقيض العلم الجهل نعم ونقيض الإيمان الكفر فالمدح والذن إنما هو على الأوصاف والأفعال لا على مجرد الأسماء نعم فقال سبحانه عن الأعراب إنهم أشد كفرا ونفاقا من أهل المدينة وأحرى منهم أن لا يعلموا حدود الكتاب والسنة نعم لهذا الغرض يعني ذمة البادية لأنه يغلب عليها الجفاء ويغلب على الحاضرة العلم والإيمان وإن كان هذا قد يتخلث في بعض الأشخاص من أهل الحاضرة أو من أهل البادية